لكن معانا حديث اخر طبعا دايما ذكر النادي الاهلي بيجي في كل المناسبات الكبرى برات الزمالك والترجي فيطلع مدافع ترجي اهب المباركبي يتكلم عن فكرة ان هو خسرنا بسبب الحكم واقول للزمالك اسأله الاهلي عن جحيم رادس ده انا مش عارف يا كابتن اهب مواليد 2019 تكون انت اللي بتسأل الترجي عن جحيم رادس بالنسبة للفريق الترجي اصاد النادي الاهلي لان الموضوع عبارة عن نتائج واعتقد ملعب رادس هو تقريبا الملعب التاني للنادي الاهلي في افراقيا بغض النظر عن النهائي الاخير اللي كان له ظروفه طبعا الخاصة ولكن في النهاية في مجموعة مواجهات 8 مواجهات على ملعب رادس بين الاهلي والترجي ممكن تستعرضهم يا مرة اعتقد فوز النادي الاهلي في اربع مباريات زي ما حراركم شايفين واربع مباريات لفوز الترجي منهم الاربع الفوز للاهلي نهائي دورة ابطال افراقيا 2012 متعدلين واحد واحد في برج العرب وبتيجي في ملعب برادس النادي الاهلي بيحقق البطولة وبيفوز بالبطولة في دور المجموعات انكفدرالية 2015 ايضا النادي الاهلي بيفوز بهدف للاشيء واعتقد كان المباراة دي اتلغى هدف صحيح للجون أنطوي كمان في اياب ربع النهائي دورة ابطال افراقيا النادي الاهلي قدر يفوز برضو اتنين واحد وفي دور المجموعات في بطول الدورة ابطال افراقيا اللي احنا اخترناها امام الترجي قدرنا نفوز واحد صفر فلو بتتكلم عن جحيم رادس فجحيم رادس هو مرعب بالنسبة لجمهير الترجي من مواجهة النادي الاهلي لان اعتقد النادي الاهلي تاريخه حافل بشكل كبير جدا في ملعب رادس مع فريق الترجي فانت لو عايز توصر رسالة لأي نادي فلاش تيجي ناحية النادي الاهلي خاصة لما يكون التصريح ليس له علاقة بأي منطق او موضعي قلت خبرة احمد كمان واضحة جدا لان انت في مؤتمر صحفي وبتتكلم عن فريقك فحطيت النادي الاهلي عشان تخلق حالة معنوية ايجابية الفريقك طلعت مواجهاتك اربعة لاربعة فاي جحيم تتحدث عنه اعتقد محتاج تسأل عن النادي الاهلي تصريح ما يخرجش الا لو انت مواليد 20-20 تقريب هو جميل الترجي التونسي تحديدا بيخافوا من وجهة النادي الاهلي في رادس او في القاهرة يمكن حتى نتائجهم ممكن تكون في القاهرة تعادلات افضل من نتائجهم في رادس دي كانت اخر